اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وسوف اعطيكم طريقتي في كيفية التثبيت ولكل مربي طريقتها الخاصة وهذه ليست طريقتي الوحيدة وانما هناك طرق اخرى تم التوضيع عنها في فيديوهات داخل القناة وهناك فيديوهات اخرى على قناتنا الاولى قناة الهاوي وانا سوف اضع لكم رابط القناة اسفل الفيديو في الوصف ان شاء الله يمكنكم الاستفادة منها فلا تنسوا احبتي في الله مشاركة الفيديو حتى تعم الفائدة على الجميع لان في هذه الفترة رأيت كثير من مربيين الحسون يتساءلون عن كيفية تثبيت الحسون داخل القفص لانه بكل صراحة موضوع التثبيت مهم وبتثبيت الطائر تكون قطعة نصف الطريق للانتاج اولا وقبل كل شيء عند شراء حسون صيد جديد اول شيء تقوم به يجب التأكد من انه بصحة جيدة مثلا كعدم بروز عظمة الصدر وان يكون نشيطا والتأكد من جنس الطائر كذلك قبل تثبيت الطائر يجب في الايام الاولى المحافظة على حياة الطائر من الموت بتعليم الطائر على الاكل والشرب وذلك بوضع مأكلية تكون مفتوحة وتظهر الحبوب للطائر حتى لو اجبرنا على رش بعض البذور في ارضيط القفص ونحاول ان نبين له الماء بسكب الماء امامه في المشربية لكي يراه ووضع الطائر في قفص صغير لان وظيفة القفص الصغير هي ابقاء الحسون في مكان واحد قدر الامكان لانه يحمي الحسون من ان يؤذي نفسه كون انه عندما يتخبط الحسون بقطبان القفص ممكن ان تسبب له في كسر احد جناحيه او احد رجليه كما انها تسبب له جروع عميقة في انفه وفوق رأسه نتيجة تخبطه على القطبان وبعد مدة من الزمن نقوم بنقل الطائر من القفص الصغير الى القفص العادي مع وضع الطائر في مكان يكون فيه حركة وازدحام لانه في الاول ستجده ما زال يخاف ومن ثم سوف يبدأ بالهدوء ويبدأ يعتاد على الناس وفي نفس الوقت نخصص مكان للطائر في المنزل مثلا يكون في مدخل المنزل او في الرواق ولا يكون في مكان عالي كثيرا يعني يكون قريب نوعا ما من الارض وعندما تقدم للطائر الاستحمام قربه لك لان الطائر عندما يتبلل لا يتحرك كثيرا ولا يستطيع التخبط دائما وكرر له هذه العملية لان الاستحمام والتشميس يريحه مع الوقت وسوف تجده ينقي ريشه امامك وليس من الضرور تحميم الحسون في الايام الباردة وخاصة مثل هذه الايام التي نمر بها اليوم وفي اوقات فراغك حاول ان يكون دائما قريب منك في المنزل او خارج المنزل وحاول ان تأخذه معك الى اماكن يكون فيها ازدحام مثل المقاهي والمحلات التجارية الى اخرها ولا تنسى ان تضع حبوب الشي في القودي لانها محببة للطيور مع الاول يبدأ الحسون يأكل وكأنه خائف ولكن مع الوقت سوف يعتاد عليها ويصبح يأكل من امامك وسوف يصبح ينتظرك ان تضعها له في القودي طبعا المقصود بالقودي هو معلف صغير مصنوع من البلاستيك يشبه الصعن الصغير وهو يعلق داخل القفص ويوضع به ما تريد وضعه من الاطعمة الغير معتمدة بشكل يومي وعليكم ان تفهموا احبتي في الله جيدا ان كل الطيور من الحسون قابلة للتثبيت والطرويض مثلا كالتي تكون احضرت صيد جديد من البرية او التي انتجت داخل الاقفاص ولكن ذلك يتطلب جهد وصبر من المربي لانه توجد طيور صعبة وعنيدة في تثبيتها وهذا طبعا يتطلب جهد وصبر من المربي وفي النهاية اتمنى من الله بان تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو واتمنى ان يكون هذا الفيديو قد اعجبكم ولا تنسوا المشاركة لتعم الفائد على الجميع بارك الله فيكم وجزاكم الله عني خير الجزاء ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو تأكيدا لدعمكم لنا لرفع المزيد ولا تنسوا اخواني الكرام الاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس اشعارات القناة حتى يصل اليكم جديدنا في كل ما يخص تزاوج الحسون وتربيته وتغذيته وترويضه ولا تنسوا الاعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وسوف تجدون جميع الروابط الخاصة بالتواصل معنا في الوصف اسفل الفيديو ولما لديه اي سؤال او استفسار يمكنه وضع في التعليقات اسفل الفيديو وسوف يتم الرد عليكم في اسرع وقت ممكن ان شاء الله ولا تدخلوا علينا بتعليقاتكم المفيدة والله الموفق للجميع وشكرا لكم لحسن متابعتكم وجزاكم الله عني خير الجزاء وغفر الله لي ولكم ودمتم في امان الله وحظه ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته